من الفرقة الأربعة العربية يصلوا للدور الثاني ويواجهون أداء غير كل الأداء اللي كانوا يواجهوننا في عام 2018 واللي قبل في السنة بنضحب بيك معينا في واضح؟ أهلا مع حضرتك هتابع مباريات كاس العالم؟ أكيد أكيد طبعاً هتابع مباريات كاس العالم بالرغم أن بلدي مش مشتركة في كاس العالم بس لازم أنا تابع لأن أنا مصري زي أي مصري هتابع الوطن العربي كله في كاس العالم الأخ أسكر رح تفرج مباريات كاس العالم ولا لان ينسونوا شوفوها جا خطراف ربع سنة تعصان شوفوها بس للمباريات اللي أحب يعني وي راح نتبع كوبديمون لكن ماشي بشغف كبير لغياب المتخب الوطني تب العادة بتتابع كاس العالم؟ أوقات يعني فيه ممكن تتابعها إلي يعني براءة من تتابعها وشنو هو الفريق اللي حتشجعه في كاس العالم؟ بارك البورتيقا لأكداك بابون علاجة كريستيانو بارك كبارك نحبهم عندنا ربي نحبهم أنا بدي شجع أنا فريق الأرجنتين بتمنى ياخد كاس العانا لأنه هذا آخر كاس العانا من الأسطورة ليونال ميسي هتشجع أي فريق؟ أنا عادة بحب البرزيل منتخب الأرجنتين باسم الله حالا بشجع المغرب وسعودي مثل المغرب أكثر أنه أكبر أرجنتين بأينا مش يديها ميسي بيكمل كاريرتي بعو شباب مثلا بشجع ألمانيا بحب اللعب الألماني وبشجع اللعب الحلو يعني مكشع كفريق الأرجنتين ببعلك البريزيل أكيد اللاجنتين بش الميسي مين بتتوقع يفوز بكاس العالم السنين هالعيس السنين يعني في عندك بين ألمانيا أو الأرجنتين أعتقد يا ألمانيا يا البرازيل أتمنى الأرجنتين أنا وأتمنى الفراء الأربع العربية يصلوا للدور الثاني يورجوننا أداء غير كل الأداء اللي كانوا يورجوننا يا عبق 2018 واللي قبل من الصين أنا رشي أحب لك فرنسا والألمان والأرجنتين ما الميسي أو يحب يسأل الخارج يعني أنا بتمنى بتمنى يكون ألمانيا نعم توقع الأرجنتين أنا بحب بريزي وكذا أمنياتي أن بورتغال تكسب أو قطر لأن قطر طبعا دولة شقيقة وطن عربي جميل أحب أنها تكسب كاس العالم لأن يرفع من شأن العرب في كل مكان ماذا هو الفريق اللي يترشح ويفوس بالكاس كيف كيف لانجنتين ميسي اللي هو اللي رح يدع برازيل أكيد أكيد فس موس بريزي اللي حتدي عندها إفكتي بشباب بزاف مقالي كواتي سوادي فرنس ميليو لقاطاك شوال القوية في كلش ما هي أرجنتيني وبرازيل مفيش دالب موسيقى